بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي قناة عين التعليمية اليوم بإذن الله سنتحدث عن آلية صياغة الأهداف لطويلة المدى والقصيرة كذلك للخطة التربية وفردية للطلاب ذوي صعبات التعلم ومن المعلوم جدا أن الأهداف هي ما يسير عليها الطالب في الجانب الدراسي أو الجانب الأكاديمي خلال العام أو خلال فصل الدراسي الترب الواحد أو الثاني أو أيضا لسنوات ثلاثة سواء مرحلة وسطة أو مرحلة الثانوية فصياغة الأهداف لابد أن تكون صياغة صحيحة لابد أنها تكون قابلة للقياس وأن تتحقق بإذن الله مع نهاية كل فترة من هذه الأهداف سواء أن كان هذا الهدف طويل المدى أو قصير مدى أو أهداف تدريسية وهذه من النقاط المهمة التي لا بد أن يحرص عليها معلم ذوي صعبات التعلم عند أعداد الخطة التربية الفردية أو كذلك عند أعداد الخطة الانتقالية الأهداف الطويلة تتضمن الخطة التربية الانتقالية الفردية أهداف طويلة المدى سنوية وقابلة للقياس ومحققة للأهداف الانتقالية في التوظيف أو التعليم ما بعد الثنوي أو العيش باستقلالية وغيرها من الهداف الانتقالية لا بد أن يكون كتابة الهدف الطويل المدى للخطة الانتقالية ماذا يريد أن يكون الطالب سواء في الجانب الأكاديمي أو الجانب المهني أو الجانب الاستقلالي ولا يكون فيه هدفين أو جانبين فيه هدف واحد هنا يكون ربما يواجه المعلم بعض الأمور التي تصعب عليه في تحقيقها أو أيضا كذلك الطالب لا بد أن يكون صياغة الهداف إما إلى الجانب الأكاديمي أو التعلم أو التعليم أو الجانب المهني وهي الوظيفة أو الجانب الاستقلالية العيش باستقلالية خاصة سواء بجانب تجاري أو غيرها من الجوانب الاستقلالية فلذا عند صياغة هذه الأهداف لا بد تحديد المجال قبل صياغة الأهداف لأن الأهداف القصيرة والمدى والأهداف التدريسية مبنية على الهدف طويل المدى أيضا وتصاغ أهداف الخطة التربوية الفردية طويلة المدى بناء على الأسس التالية واحد الهداف طويلة المدى ذات سلة حقيقية واضحة ومحددة بأهداف الطالب الانتقالية لا بد كما ذكرنا أن يكون هناك تحديد مجال أن يكون هناك معيار أن يكون فيه هدف قابل للقياس أيضا يكون هناك مدة لانتهاء هذا الهدف وليس بالضرورة أن يكون الهدف انتهاء بنفس المدة المحددة ربما يقال لعام 1444 1445 ربما ينتهي الهدف في عام 46 أو الهدف من قبل 45 فلا مانع ولكن لا بد يعد سنة انتهاء الهدف طويل المدى أو أيضا أن يكون الهدف قابل للقياس وأيضا أن يكون هدف واقعي أن يتحقق بإذن الله بمعية الفريق متعدد تخصصات وأيضا أن يكون الهدف مناسب لقدرات الطالب وكذلك اختيار مجال اثنين الأهداف طويلة المدى متوائمة ومتضمنة جميع المهارات اللازمة والتي تساعد الطالب في تحقيق الأهداف في التوظيف التعليم ما بعد الثانوي وغيرها من الأهداف الانتقالية لا بد أن يكون الهدف طويل المدى متناسق ومتناسب مع الأهداف القصيرة بل أن يكون الأهداف القصيرة مشتقة من الهدف طويل المدى لماذا؟ لأن عند تحقق الأهداف القصيرة نصل بإذن الله إلى تحقيق الهدف طويل المدى فلذا أن تكون هذه الأهداف متوائمة مناسبة لقدرات الطالب وأن تكون قابلة كما تحدثنا للقياس وكذلك أن تكون واقعية النقطة الثلاثة تخدم الأهداف طويلة المدى أهداف انتقالية متعلقة بالتعليم ما بعد الثانوي والتوظيف على أقل تقدير يعني لو أننا كتبنا في الهدف بعيد المدى أن الطالب سيكون له فرضا مقعد في الجامعة في قسم اللغة العربية هنا لا بد أن يكون هذا الهدف أو أن تكون مناسب وأيضا المواد التي تقدم للطالب والمهارات التي تقدم للطالب تخدم هذا الهدف وأيضا تصل بالطالب إلى النتائج المرجوة في تحقيق الهدف طويل المدى فلذا أن يكون الجهد كامل قائم على تحقيق هذا الهدف طويل المدى الذي هو سواء الجانب الهدف التعليمي أو الهدف المهني فإن كان هناك جوانب مهنية لا بد أن يعطى الطالب دورات تدريبية أن يعطى الطالب هناك ساعات إضافية لممارسة هذه الوظيفة أو ممارسة المهنة ولا معنى أيضا من زيارة بعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات الحكومية أو كذلك القطاع الثاني أو القطاع الثالث للاستفادة من ما يقدم للطلاب وهنا تكون الشراكة المجتمعية في تحقيق هذه الأهداف أربعة الأهداف السنوية قد تتضمن مهارات سواء كانت أكاديمية مثل القراءة والكتابة والرياضيات أو مهارات الدراسة أو مهارات انتقالية مثل تصميم إعلانات لفعاليات المدرسة باستخدام برنامج تصميم حاسوبي أي أن كانت هذه المهارات ربما يساهم هذا الهدف الجانب الأكاديمي فيعزز الخطة الفردية وكذلك خطة الانتقالية الجانب الأكاديمي وإن كان هناك هدف انتقالي أو مهارة انتقالية لا بد أن يتعلم الطالب مثل التصوير مثل التصميم مثل الرسم أو غيرها من المهارات التي يتعلمها الطالب بمعية الجانب الأكاديمي فهنا يعطى بعض البرامج التدريبية أو أيضا يشاهد بعض الفيديوهات المساهمة والمساعدة في إصال هذه المهارة الانتقالية وهي مهارة التصميم أو غيرها من المهارات أيضا خمسة تحديد بناء على تقييم الطالب ذو صعوبات التعلم ومستوى أداء الحالي الأكاديمي والوظيفي ومقصود في تحديد بناء على تقييم الطالب أي كيف كان في بداية العام وكيف كان في منتصف العام وكيف كان في نهاية العام مثل الرسم البياني هل هذه الأهداف تسير بالطريقة الصحيحة هل هذه الأهداف الآن تحقق بعض النقاط المحددة أو الموجودة فيها هل بعض الأهداف القصيرة المدى الآن تسير بالطريقة الصحيحة التي توصل بنا إلى تحقيق الأهداف البعيدة أو الهدف طويل المدى ولا مانع من حذف بعض الأهداف أو إضافة بعض الأهداف أو تعديل بعض الأهداف لمساهمة في تحقيق الهدف بعيد المدى ربما يتبين للمختصين بعد هدف أو هدفين أو ثلاثة أن هذا الهدف الآن يعتبر إضافي لابد حزفه أو أن هذا الهدف يحتاج إلى تعديل أو أن هذا الهدف يحتاج إلى إضافة إلى هدف أكثر أو أهداف أخرى لا معنى فهنا الفريق متعدد تخصصات عند القدرة في تعديل وإضافة وحزف أيا كانت من هذه الأهداف من أجل تحقيق الهدف بعيد المدى وهذا يكون في الرسم البياني أو تحليل البيانات أو تحليل أيضا أداء الطالب خلال شهر الأول أو شهر الثاني أو شهر الثالث أو كذلك الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو العامل هذا الرسم البياني يساهم ويساعد في تقدم مستوى الطالب وهل هو يتقدم بالطريقة الصحيحة والمناسبة أو أيضا يتقدم كما هو مرسوم له في الخطة التربوية الفردية أو الانتقالية أيضا ستة الأهداف السنوية توقع تحقيقها خلال سنة دراسية واحدة دائما تسمى الهدف الطويل مداهية من الأهداف السنوية سواء تحقق خلال الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو الثلاث أو أيضا في سنة دراسية متكاملة وكلما كان هناك سنة دراسية كاملة كان الأفضل لماذا يكون هناك مساحة للمعلم من أجل التعديل من أجل إضافة بعض الأهداف ربما تكون هناك بعض المهارات لم تسجل ولكن الطالب أتقم بعض المهارات ساهمت وساعدت في إضافة بعض الأهداف المساهمة والمساعدة في تحقيق الهدف طويل لمدى البعيد وهو أن الطالب يكون لها مكان في الجامعة أو يكون لها مكان في الوظيفة وهذا يساهم ويساعد أيضا إشراك في بعض الدورات إشراك في بعض المهارات إشراك في بعض الأنشطة الصفية واللصفية وكل ما هو مساعد في تحقيق الهدف طوي المدى أيضا يكون يضاف الخطة الفردية فلا مانع من التعديل عليها حتى وأن كانت سنوية وأنها سجلت السنة لو أرد المعلم أو المختص أو الفريق المتكامل إضافة هذه الهدف وإن طالت أو زادت هذه المدة فلا مانع من ذلك سبعة تتم صياغة الأهداف وفقا للخصائص التالية أول شيء أن تكون محددة أي تحدد مهارة أو سلوك محدد ماذا نريد أن يتقن الطالب مثال والله الطالب نريد خلال هذا الهدف أن يتقن مهارة التصميم ومن أجل أن يشتغل أو يكون له مكانة في أحدى شركات التصميم فهنا يكون تحديد هذه المهارة ما هي المهارة التي نريد أن نعلمها للطالب أو ندرسها للطالب أو ندرب الطالب عليها من أجل أن يكون له مكان فيما بعد المرحلة الثانوية 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 اللي هو التصاغ كمخرج يمكن رؤيته أو حسابه أن تكون أيضا قابلة للقياس وليست أهداف أن يتوقع أو يتنبأ أو غيرها لا بد أن تكون قابلة للقياس لا بد أن يكون ملموس وأيضا الطالب يعايش هذا الهدف النقطة الثالثة أيضا اللي هو نشاط أو سياق أي يحدد النشاط الذي يتم من خلاله التدريب على المهارة هو أن يتقن أن يتعرف أن يتعلم أن يكون هذا تحديد هذه النشاط نوع المهارة أو النشاط هذا لا بد أن يتحدد من أجل يكون الهدف قابل للقياس كذلك أيضا أن تكون واقعية من الممكنة على الطالب الذي لديه صعوبات تعلم تحقيقها وليس وتحقيقها يكون مفقى إمكانيات الطالب سواء الذهنية أو سواء المهارات الحياتية أو اليومية إذا كان عندها القدرة والإمكانات في تحقيق هذا الهدف لا مانا فلا بد أن يكون هدف واقعي يمكن تحقيقه لطالب صعوبات تعلم ربما يحقق الطالب ليس لديه صعوبات تعلم ويصعب على طالب صعوبات تعلم فهذه الخطة مخصصة للطالب فيجب أن يكون اختيارنا لهذا الهدف أنه ممكن أن يتحقق وأن يكون أيضا مناسب لإمكانيات الطالب كذلك أيضا أن تكون مؤقتة يحدد تاريخ تحقيق الهدف وأن لا يتجاوز السنة الدراسية الواحدة قدر المستطاع وأن زاد أو قصر لا مانع ولكن يحرص المعلم أو فريق متعدد خصصات أن يكون الهدف هذا طويل مدى أن يتحقق خلال العام الدراسي الواحد أو خلال عام 1444 1445 دعونا نرى هذا المثال التطبيقي اسمه الطالب ناصر أنا أعدل أن يكون مجاله الذي تم اختياره أن يكون له وظيفة ما بعد مرحلة ثانوية الهدف الانتقالي بعد التخرج من الثانوية سوف يعمل ناصر جزئيا في شركة تصميم لحين انتهاء من البرنامج التدريبي ومن ثم سوف يعمل في وظيفة دائمة في هذه الشركة الهدف الطويل مفروض يكتب بعد انتهاء السنة الدراسية يذكر العام أي أن كان هذا العام سوف يظهر ناصر كفاءته في تصميم بنر لإحدى فعاليات الأطفال وفقا لقياسات البنر المعيارية وبنسبة إتقان 95 هنا نشوف الهدف الذي هو المهارة كذلك أنه يكون هدف قابل للقياس أيضا واقع ويلامس الطالب ويكون هناك عام دراسي ويكون هناك أيضا معيار أو محك حتى نتأكد من إتقان الطالب لهذا الهدف هذا تقريبا النقطة المهمة التي نختم فيها أن الأهداف الانتقالية هي الأهداف التي يرغب الطالب ذو صعوبات التعلم في تحقيقها بعد التخرج في مرحلة الثانوية أما الأهداف الخطة التربوية فردية الثانوية هي الأهداف التي يتوقع أن يحققها الطالب خلال سنة دراسية واحدة فهذا مثال لخطة تربوية فردية وهي تكون من ضمن الخطة الانتقالية المسجلة للطالب فهنا نكتب الهدف طويل مدى والأهداف القصيرة الدائمة أو الثابتة للطالب ولا مانع من تعديل هذه الخطة وهي الجزء من الخطة الانتقالية هذا تقريبا مهم جدا أن يكون عندنا في صياغة الهدف طويل مدى والأهداف القصيرة عند عداد الخطة التربوية الفردية كان معكم الأستاذ نايف بن سليمان الصقر في حفظ الله اشتركوا في القناة